السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد فيقول الله تعالى ذكره في كتابه الكريم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كذا في إن الله يقول إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله أستعنوا بالليل الإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وعليكم ورحمة الله وبركاته تفضل أحيانا أذكر الله وأنا مثلا أتناول اللب يعني زي ما قال في اللحج المصرية وأنت تؤزز اللب أذكر الله مع الأكل هل عاد فيه شيء؟ لا ليس في شيء اذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبك شكرا لك أحسن الله إليك كامل بن حسنين السلام شبانا شبانا صلوات ربي وسلام على النبي محمد وعلي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله بخير لنا سؤال في عليكم تفضل بالنسبة للحكمة للختمة القرآنية للميت لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان خيرا لسبقون إليه كيف يعني نهب ثواب القراءة للميت ما في وهب ثواب قراءة أيضا لم يقرأ النبي قرآنا ونهب ثوابه للميت يعني الدعاء فقط الدعاء والصدقة والحج والعمرة وقضاء السيام وصلة من كان يصل إلى غير ذلك الأخوة يعذرون لأن والله يا إخوة الكهرباء مقطوع عندنا وما خرجنا عليكم إلا وقد اشترينا مولد صغير للإخراج أو للخروج عليكم فأرجو أن تقبلوا عذرنا وفقكم الله اللهم صلى على النبي محمد السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاك الشيخنا الحمد لله بناك ازاك عنا كل خير أنا مش هطيل عليك يا فندي مع شوك خطر تفضل أنا بس بس ألك أنا والدي عنده 93 سنة وحيانا يقصر في الوضوء وهو يتوضى في النوع يتوضى وكيف بس هو محب المسجد كم سنة قلت كم سنة 93 سنة 93 هو لا يتوضى هو يستطيع الوضوء ويعجز ولا إيه لا 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 يعجز الوضوء لأنه لا يحسن الوضوء إلى المرفق مثل لا علمه علمه لأن النبي قال ويله للعقابي من النار مدام يطقن وفي عقله يعلم السلام عليكم عليكم السلام بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجوهري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ أنا كان عندي سؤال آخر فضل ننصد لك الآن حكم ترك يعني تأخير عن الصلاة الجماعة بسبب الزبان يعني أحيانا عند الأذان يأتون ويعطلوني من السهاب إلى الجماعة أخطى التعملات يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع طيب شيخنا حسنا إن شاء الله دلوقتي أسأل عن فساد الأب إذا كان الأب خاسدا هل يؤثر على الأولاد تلقائيا قد يؤثر وقد لا يؤثر خير حافظا وهو الله الله خير حافظا وهو أرحمه الرحيم طيب أخذ السؤال هناك أناس يتكلمون في المساجد يا شيخنا بأمور الدنيا وأمور البناء والأطعار فسماحكم هذا لا بأس بهم ما لم يكن بيعا أو شراءا من وجدتمه يبيع أو يشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وعن رسول الله وأصحابه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم إذا صلى الفجر جلس فيه مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس حسنا وكان أصحابه يخوضون في حديث الجهلية فيضحكون ويبتسم نعم جزاك الله خير مرحبا يا ابنتنا عائشة وفقك الله لكل خير مرحب يا شيخ مصطفى الجهري سلمك الله وجزاك الله خيرا أم الأخت أم فهمي بارك الله فيك وسددك الله حافظك الله محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا أحسنتك على الشيخ الحمد لله بخير سلمه له في يدي وهو يتصرف لا تتحكم فيه سلمه المال في يدي وهو يتصرف حتى لو طلب مني سلمه المال مش مشكلة انت تراه فقيرا من المصارف الثمانية سلمه المال في يدي السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله فيك وبركاته وفيك بارك الله عندي سؤالان ونصيح الله يحفظك توجه للناس يعني الأول هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع لا فضى لعربيين على عجمي ولا لعجمين على عربيين هذا معلوم بدهت تنسى قاله في حجة الوداع أم لم يقله فمعناه ورد والمعنى صحيح بلا ريب طيب السؤال الثاني بارك الله فيك خطيب جمعة خطف خطبة واحدة ونسي الخطبة الثانية الصلاة صحيح الصلاة صحيح طيب النصاح الأخير الله يحفظك يا سيدنا إن احنا بنشوف تعصب في الكرة القدم وشتم الأباء والأمهات هذا كل سفه يا أخي تكلمنا عليه مرارا وهذا سفه ولا يرضي ربنا ولا يسعدنا أبدا أن نرى هذا العبث في صحيفتنا يوم نلقى ربنا هذا من القذر والدنس الذي يلوث الصحائف يوم القيامة وجدل جاهلي كله جدل جاهلي كله ماذا استفدنا من فوز الأهل أو من فوز الزمالك ما الذي استفدناه ما الذي استفاده المسلمون المسلمون منشغلون عن دينهم وعن دنياهم بهذا العبث الذي يحدث في كرة القدم ترهم يشكون من قلة الرزق وهم صيع في الشوارع أمام أمام الشاشات التلفزيون يستكون ويضيع أربع ساعات خمس ساعات أمام سفة وصياح وعويل كصياح للمجانين ليسوا برشدة السلام عليكم جزاكم الله خير يا ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نتفضل الحالكم يا شيخ الحمد لله حالي طيب لله نحبكم في الله يا شيخنا أحبك الله الذي أحببتني لها يا شيخ اللي هي واحدة غاربتي كان فيه مشاكل البناء وبينزوج يعني وكلمها في التليفون وأنها باللغة كده في التليفون أنت طالق بالتلاتة وتحرمي عليها زي أم وختي محسوبة تطليقة وكفارة تظهار قبل التطليق بعد التطليق أو مع التطليق يعني فيه كفار الظهار فيه كفار الظهار لأن تلقى واحدة رجعية اللي كان طلقها قبل كده هل كان طلقها قبل هذه لا لا خلاص الله يوفقنا وياك طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد واحدة كما قال ابن عباس فلما جاء عمر قال أرى الناس تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أنا فلو أمضى إنه عليهم فأمضى عليهم عمر وإلا فالحال على عهد الرسول طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة فما زالت زوجته ما دامت في العدة ما زالت زوجته ما دامت في العدة فإذا قال لها أنت عليك أمي وأختي فيه ظهار فلا يرجع إليها إلا إذا كفر كفارة الظهار سيا مشهرين متتابعين إن عاجز أطعم ستين مسكينة شكرا الله خير يا شيخ سؤال يا شيخي إذا فات الوجر يعني دخل الوقت الفجر وما صليتش الوجر أصلي أمتى تؤتي قبل أن تصلي الفجر إن استطعت إلى ذلك سبيلا ما استطعت صلي معهم ثم أقضي ما فاتك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ممن مع صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها مرحبا الله إزاك خير يا شيخ وياك الحبيب والله أحفظكم عليك السلام يا أم أحمد ويوسف بارك الله فيك مصطفى بن أنور صلى الله الدين شكر الله لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وزكاته كي سحنك شيخنا الحمد لله في نعم من الله الحمد لله نسأل الله العفو والمغفرة على تخصيرنا على تفريطنا في جنب الله سبحانه نسأل الله العفو والعفية كسند مرفوع لم يثبت بهذا القبر سند عن الرسول كمعنى جاز يمكن سيدنا أقوله بالتساود الأخير بدل ما أقول اللهم يوضع لك عذاب من قبر اتباع الوارد أفضل اتباع الوارد أفضل جزاك الله وخير محمد الشاطر الوتر صلى الله عليه وسلم لأموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلة أو نسياه فليصليها إذا ذكره هناك رواية لكن في سندها بعض المقال اليسير من نام عن وتره أو نسياه فليصليه إذا ذكره وهو معلول ضعيف في الإسناد لكن له الشاهد العام أما أن النبي كان إذا فاته حزبه من الليلة صلى من النهار السنتي عاش تتركها هذا في الحزب الذي يفوته من القرآن ليس في الوتري السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك يا شاهد الحمد لله أندي سؤالي من شخص لم سمحت تفضلي أنا زوجي أقن تجاره والتجاره كانت على أساس أنه أخذ رأس المال من الناس على هيئة أتهم ومع الوقت يا شخص بقى له تلت وللأسف رأس المال كله اشترى ببداعة والبداعة فيه جزء منها عنده وجزء الآخر عنده تجار التجار لم يريد إليه لا رأة مال لا مال ولا بداعة فهو الآن أصحاب رأة المال يعني عايزين ياخدوا الفلوس بدون تحمل أي خسر طيب وهو زوجي فرط أو لم يفرط هل أخذ وصولات على الذين أخذوا منه البضاعة أخذ من بعضهم ومن بعضهم لا يا شخص طيب ومفرط وهو زوجكم يفرط فيعاقب على قدر التفريط هو تحمله يعني وعاده من هو هيردله من المال ويتحمل ورأة المال كل أخصانة كلها هي قضية تسمع من الأطراف يا أختي قضية تسمع من الأطراف لأن الناس الذين الآن توسعوا في مسألة أخذ أموال الناس وتشغيلها كثير منهم نصابون يأخذون أموال الناس حتى يصبح مليونير في يوم وليلة يجمع من هذا ومن هذا ومن ذاك ويقول لكم نسبة ثلاثة في المئة شهرية أربعة في المئة شهرية وهو يضحك على الناس ولا يشتغل فالحرمية اللي جاي كده كثيرون لازم ينخذ على أيديهم لا أعرفك ولا أعرف زوجك ولا أستطيع أتهمك ولا أتهم زوجك إنما أنا نقول الحال الواقع الآن واحد لا يفقى لا في تجارة ولا شيء ويأخذ من الناس ملايين ويأخذ أموال هذه يعطيها لذاك واليوم كان يتسول غدا تجده يصبح الزبائح من أموال الناس وبعدها كان ضاعت الأموال لا هو بسوء الزوجك الله يعلم بو أنا ما أعرفوش ولا أعرفك أتكلم كنصيحة عامة للمسلمين اعلموا من تعطونه الأموال لا تعطون الأموال لناس جهلة يضيعون أموال الناس استسهلوا أكل أموال للناس بالباطل كل واحد يأخذ مال للناس يأخذ عشر مليون عشر مليون ويهرب وبعدها يطالبوه لهم يخصموا الذي أخذتموه ويجدوا لهم الباقي يعني اللصوص كبار الآن الله ينتقم منهم كم شتتوا من أسرة وكم أكلوا مال أيتام ظلما الله لا يجزيهم خيرا هؤلاء اللصوص السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي سؤالان شيخنا المبارك الله يحفظه أولا الأول تفسير قول الله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ما معنى هذه الآية الله يحفظه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اليهود كانت حرمت عليهم طيبات حلت لهم كما قال الله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل الظهرهم أو الحواية فحرمت عليهم أشياء لبغيهم كما قال تعالى ذلك جزينهم ببغيهم وإن لصادقون فلما حرمت عليهم هذه الأشياء يجادلهم من البطل يقول لا هذا الطعام الذي حرم علينا ما حرم علينا إنما كان محرما على أبينا الأبعد إسرائيل عليه السلام الذي هو أبوهم أبوهم البعيد إسرائيل فقالوا إحنا ما عملنا شيء إنما هذا الطعام كان محرما على إسرائيل الذي وجدنا وهو نبي فقال الله تعالى كذبهم ربنا فقالنا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل كان حلالا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه فكان إسرائيل الذي ويعقوب حرم على نفسه أن يأكل من لحوم الإبل وأن يسرب من ألبانها على ما ذكره بعض العلماء بسند فيه كلام يسير أنه كان يشتكى عرق النساء فالنظر إن شفاه الله أن لا يأكل لحوم الإبل ولا يسرب من ألبانها هذا هو الموضوع فاليهود كان يقول لها كل هذا الطعام كان محرما على إسرائيل فكذبهم الله فهمت؟ بارك الله وفيك يا سيد البعلي خديجة كافور جزاك الله وخيرا تذكير بذكر الله السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وزع هذاك الشيخ الحمد لله في نعم من الله نسأله أن يوزعنا شكرها يا رب يا رب يا رب أوزعنا شكرها آمين يا رب مولح هذاك الشيخ كان عني شعيل بس كذا تفضل كان حصل مشكلة ما بين الزوج وزوجته وبعد وبعد كده طلبت الطلاق يعني وبعد ففي واحد من متدخلين يعني تدخل يعني كده فقال له آآ في وسط الكلام قال له هتعمل إيه في موضوع الطلاق أيوه فالزوج راح قال له الموضوع ده خلصان ومنتهي آآ دي حكومة ايه ما ما قال شيئا قبلها آآ آآ السؤال الواجل اللي بتدخل ده بيقول له آآ دي السؤال من الأولي الزوجة طلبت الطلاق أيوه آآ واحد تدخل في الموضوع فبيقول للزوج تعمل إيه في موضوع الطلاق أيوه فالزوج رده قال له الموضوع ده خلصان ومنتهي لا 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 يعد تطليقا آآ حتى يعني لو كان نيته لا يعد تطليقا ولا توسوس رجاءا لا هو كان نيته لا يعد تطليقا ولا توسوس كما أن عقدت النكاح عقدت صراحة زوجتك ابنتي تنفك بيقين تمام السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا شيخنا ومرحبا بك وأهلا وسهلا زي حضرتك عمل ليه الحمد لله بخير اللهم لك الحمد يا رب بقول لحضرتك شيخنا هل عدم زيرة المقابر للوالد وللوالدة يعد عقوقا لا يعد عقوقا ولكن حرمان للأجر لأن النبي قال زور القبور فإنها تذكركم الآخرة يعني هل هم يستفيدون من الزيارة نفسها الله الرسول حسن على ذلك نزورهم وندعو لهم ولو لم يكن في ذلك خير ولم يكن في ذلك شيء إلا امتسال حديث الرسول لك كان فيه أجر نعم جزاكم الله خير رجل قال للزوجات أن تطالق في التليفون في كلمة وهو غاضب إذا كان الغضب أذهب عقله لا يقع لكن غضبان غضبا يملك أمره نفسي الطلاق واقع واحدة السلام عليكم عليكم السلام تفضل وهل يجب نعمل سبوع بس بعض العقيقة ومن غير أغاني ومن غير رسل ملح والحق السبوع طب ولماذا لم يكن مع العقيقة تجيب شوية حلاوة مع العقيقة إيه المشكلة يعني عادي يعني إيه اللي تعملوه في السبوع عندكم نجيب فول السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل الحمد لله الحمد لله رضا سيخنا أنا طالب علم متوسط فأي الكتب تنصحني وجزاك الله خير فأي الاتجاهات نعم فأي الاتجاهات الألمية الألثق يا سيدنا أنت مصري نعم نعم في كتابان كتاب للأخت المتمين اسمه الفقه المميسر طيب ونافع وكتاب للشيخ عادل العزازي كتاب مختصر وكتاب الأخ أيضا يوسف العزازي طالب علم عندنا كتاب مختصر وطيب كتاب كثير وفقه السنة المحققة كفارة الوتر أن يصلي الرجل أربع من النهار لا يثبت إلا أنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 تترك عنه السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ خانا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك الحمد لله أحبك في الآيشة يا خلاق لي الجدتي الله يحفظها ورحمها تسمك ما اسمك ما اسمك محمد محمد من محمد محمود محمد محمود لا أنت أحب شابوك محمد ابن محمود ولا تزعلان من والدك مش أنت ابن محمود أحبه لماذا تقول محمد ابن محمود الرسول اسمها يا محمد ابن محمود محمد محمد ابن عبدالله ولا محمد عبدالله لا محمد ابن عبدالله هناك شخص اسمه عمر اسمه عمر ماذا؟ 35 اسمه عمر من الصحابة. اسمه عمر ايه? عمر ابن الخطاب. ولا عمر الخطاب? ابن الخطاب. طيب واحد اسمها مريم. في القرآن تعرف اسمها? ومريم تغش يا محمد. ابنة عمران. ولا مريم عمران? مريم ابنة ابنة عمران. خلاص. انت من انت? محمد بن محمود. اكلم اباك يعطيك جيزة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالك يا شيء? السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بس الكهران ما جاتش يا. تفضل. دلوقتي مولانا في سؤال بس في قصة الياب وتكون كهاشية مولانا. ايوة. دلوقتي مسلا واحد بتقصر علينا يقول حول لنا مسلا الف جنيه. ايوة نفس يجي ناخد منه بس بيزيد عليه الرسوم اللي هي مسلا. ايوة نعم الله. ها? فخلي مصطفى يفسي. عليها مسلا ليها الرسوم عشرة جنيه مسلا يا سيدنا. ممكن يجي تاني يوم يدهنى او بعد لما يجي مسلا من الشغل او هو مسافر فبيحتاج فلوس يعني. فحكم الزيارة دي يا سيد. قاعد? هلو? ايو قاعد. دلوقتي يا سيدنا يتصل علينا متواصل اه احد الناس بيكون يسافر مسلا بيزينا في الفلوس. اه بيقول لنا مسلا حول لنا الف جنيه الفين جنيه ولما يجي يضعطينا الفلوس. فاحنا بناخد الرسوم على بودكون كاجي مسلا عشرة على كل الف مسلا وحاجة زيك. هل ايه حكم الزيادة في الموضوع زي دا? الرسوم دي اذا حولتم لشخص اخر يدفع نقدا نفس الشيء ولا تزاودوها? نفسها يا سيدنا نفس كل الشيء حتى وابع في. لا بأس لا بأس لا بأس. طب فيه سؤال ثاني بعد داك سيدنا. فضل. دلوقتي كان فيه مسلا شخص بطلع من فترة مسلا وليه فلوس اه من اربع سنين وخمس سنين وانت تعرف تهيدنا ان كمسة الفلوس نفسها دلوقتي? قالت. هل اه ايه تسع على شيء ولا هي نفس الفلوس? نفس الفلوس. ما خياش اي زيادة. اي لا. كم وقت مرة من الوقت يا عبد الرحمن? اه نستاذي اللي اخوة سنفصل ثواني حتى ان نحول الكهرباء لان الكهرباء كانت مقضوعة وجاءت. فنستاذي لكم ثواني ونعود ان شاء الله الله. ستفصل يا عبد الرحمن ولا اكمل? اه. خلاص? اه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل لي مصطفى تحت يفسد الكهرباء. اه اه تفضل. انا كنت مادم مع شهرات المبعات. كنت مادم في الشركة فقدرت في التعديم في الشركات اشتغلت فيها ومرتب اللي انا باخده. وسبب ترك الشركات. فقابلت في الشركة دي. ولكيته مرتب عشان فيه تفاوض في المرتب لنا عشان ممكن يزودوني او اتفاوض معك مرتب. كذبتة تقول كذبتة? كذبتة اه. استغفر الله. طيب قابلت فيها. انت تتقن العمل? نعم. تتقن العمل المعهود اليك به? تمام. انت متقن للعمل? انا الشغال مش في المبعات وهم قابلوني على السنة مش في المبعات يعني. بس انا كتبت في عز السنيني الشركات. الان الان انت تتقن العمل? عليه السلام عليكم. هل زوديك ما المقابل الخبر ايضا حرام عليك? اتفضلك سعادة الله بركاته. بركات الله فيك شيخنا. اه 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 عندي ثلاثة اسئلة في كتاب الله عز وجل. اتفضل. اول 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 وانا اقول الثلاثة اسئلة واغلك واسمح حضرتك. اول اه اه قول الله تعالى وقت البيوت من ابوابها. وريد ان اعرف معناه. والسؤال الثاني قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة. اه اه ان الصفة والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوط بهما. اه اه وانا اتفضلك الاخير فما معنى قول الله سبحانه وتعالى. الله الصمد اه ارجو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اما قوله تعالى وقت البيوت من ابوابها. فمطلعه معروف. لكن كانت الانصار اذا رجعوا من الحج او العمر لا يأتون الباب من باب انما يلفون ويأتون الباب من الخلف. يأتون البيت من الخلف من ظهر البيت. يأتون البيت من ظهره. فنزلت وليس البر بان تأت البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وقت البيوت من ابوابها. هذه الايوان كانت في البيوت ويتيانها من الأبواب ليسها من الخلف كما كان الأنصار يفعلون إلا أنها قد تعموا مثلا واحد يحب بنت يريد الزواج بها لا يلف ويدور ويتكلمها ويكلم ادخل من الباب الباب الولي الشرعي نعم ممكن تستشفى بواحد لكن الباب الشرعي هو الولي وهي عامة في أمور شتى ثانيا قوله تعالى إن الصف والمروة من شعائر الله فمن حجل البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما قد يظن ظن أن كلمة لا جناح عليه لا إثم عليه انطاف ولكن سنة الرسول ملزمة بالطوى بالسعي بين الصف والمروة فالآياء وإن كان ظاهرها يشعر بإباحة السعي بين الصف والمروة لكن سنة الرسول ألزمت كما حسن البعض حديث إن الله كتب عليكم السعية فاسعة وإن لم يحسن حتى الحديث على نزاع في سنده ففعل الرسول عليه الصلاة والسلام في عمرته ما ترك السعية قط في العمرتي أو الحج والله أعلم السؤال الثالثة يا متعالق ماذا يا عبد الرحمة طيب إلا الله أرجع لك أحمد أيمن بارك الله فيك يا دكتور أحمد وحفظك الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم كل شيء فما من عالم إلا وبعده وفوقه من هو أعلم منه حتى ينتهي العلم إلى الله ما من حليم إلا وفوقه من هو أحلم منه حتى ينتهي الحلم إلى الله وهكذا في كل صفات إلا أنتهت إليه السيادة في كل شيء المعنى الثاني الذي يصمد إليه الخلق لقضاء حوائجهم أي يتجهون إليه لقضاء حوائجهم المعنى الثالث أن الصمد الذي لا جوف له لا جوف له هذه بعض الأقوال والله أعلم السلام عليكم آسف قطعت عليك الخط أنا آسف يا أخي أمر الله ويندي بارك الله فيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سماحة الوالد الحبيب الله يبارك فيكم ما معنى سماحة سؤال والله يا مولانا أنا أحب أن أقولها أشعر بالحب وهل نحن لا نشعر بالحب إذا قلنا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب لازم نقول سماحة عمر بن الخطاب أو سماحة أبو بكر الصديق دمت لنا معلما أخي وحبيب الشيخ الله يزمعنا وياك في الفردوس لي وجاء عند أخي الشيخ مصطفى اتفضل أتوسم فيك الخير ولا أزكي على الله أحدا الله يغفر لي ولك يا رب واسطر علينا عليك في الدنيا بالأخير رجاء من ابن الأبي أسألك الدعاء لوالدي إن ربنا عش فيه نسأل الله نعافيه من كل مكروه ومن كل سوء يا رب ومعضان الله المسلمين نفع الله بك وانا أحب أن أبشر فضلتك أبشرك أريد أن أبشرك أن كنت كنت ولله الفضل والمن كنت قديما أقول إن الله في كل مكان وأستغفر الله وأتوب إليه من هذا القول وكنت أقوله جهلا ولكن علمني الله بكم وأسأل الله أني أجعله في موازيني حسنتكم ويرزقني وإياك والناس جميعا المسلمين جميعا رؤية وجهه الكريم أنا وتعالى في الدنيا آمين آمين واستمعين جميعا اللهم إني نسألك لذة النظر إلى وجهك اللهم آمين وسألق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين اللهم آمين اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم اتفضل اتفضل لو سمحتك كنت أعيز أسأل على لو ينفع أخر العشاء لأبل الفاكس نعم لأن النبي عليه الصلاة قال ليس في النوم تفريط إننا التفريط على من لم يصل للصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى أما حديث عبد الله بن عمر بن العاص إن النبي وقت العشاء إلى منتصف الليل فهذا وقت الفضيلة والله أعلم الله يحيى حتى لا يضيع ما فعل التكيير الله يسأل بك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم عليك السلام أخوك مصطفى تفضل ها ها نعم أخوك مصطفى أنت أخوك سأل الشيخ مصطفى العدوي اتفضل أنا معك مصطفى العدوي سلام عليكم يا مولانا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا مولانا جزاك الله عنا خير الجزاء ونفع الله بكم وبعيحكم يا الغالي ولك بمثل نية سؤالين يا شيخ مصطفى اتفضل أول سؤال يا شيخنا كنا نريد أن نراك كيف تختم صلافك يعني كيف تقول أصارنا بعض الطرق انت شخصيا يا مولانا والله أنا لست أسوة لك أسوتنا رسولنا محمد فأنا أغطر بعض الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هذا الوارد أستغفر الله ثلاثا وأكبره وأن تقول طبعا اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام وتكبر الله وبعدها تقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك لا أولا والملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأذكار اكتبها له يا عبد الرحمن ولك عندنا كتاب كامل في الأذكار الصحيحة الوردة رسول الله في كل مواطن نرسل لك هدية كيف يتأتى لنا ذلك أنا مولانا من صغات أنت من سوهاج تواصل معنا نرسلك مع واحد من إخواننا الطلبة من سوهاج بإذن الله قريبا ليس لبعدها السؤال الثاني يا مولانا ليه طاحب يمتلك محل ذهب وأكتر من مرة وأكتر من مناسبة يا مولانا يعني يبدل الذهب القديم بالذهاب السيد ويأخذ الفرض لا يجوز لا يجوز يا مولانا يشتري ويقبض يعني يوضي ثمن الزهب القديم ويكون يضيف عليه الزيادة ويردها له فهو يقول لأصله صعب عليه في المعاملة فاختر على القديم وروح تلو كده في مرة لجيتهم السلام عليكم عليكم السلام زك يا شيخ مصطفى الحمد لله بي خير كيس يا شيخ مصطفى أنا عايزة حضرتك كده في التوى كده نعم أه 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 كان عندي حدة أرض في الامتداد بتاع مايو حلوان أه وهي دي اللي حلتي أنا وجوزي نعم فقدتها لمقاول هو بقى ابني دورين وأنا دورين شقة ليه وشقة لابني ها وبيعت شقتي ده ما قاعدة فيها ده شقتي ما قاعدة فيها وشتر شقة وهدوز ابني معي عشان لو معيش أعمل الشقتين عايزة فلوس من البنك يعني ولا ايه لا مش عايزة فلوس من البنك ها في ناس يقولولي انت كده لما هاتيب شقة لابنك ابنك مش مسؤول منك اتبعيها وروح الحاجي اه فهأعمل انا ايه ايه صحي ان اعمله لا ما فيش مشكلة الولد هيضيع الولد اين سياسكن هم مسكولين اللي هو وحيدي وهيقض معايا انا خايف في المستقبل براته ما ترتاحش معايا ولا يارتاح مع مراته ما فيش مشكلة يا عب لا خلاص ليس عليك اشكال ليس عليك اشكال ان شاء الله يعني تبنينا ليه ابنك شقة يتزوج فيها ان شاء الله اه لكن تبهين اشكال الله خيرا السلام عليكم عليكم السلام الشيخ مصطبط ازاي حضرتك الحمد لله نبي خير اه شيخانا لو تكرنت اه يجود قطع صلاة الرحم للأذى اذا كان هناك أذى محقق لا يستطع الصبر عليه جاز البعد البعد لن نسميه قطع جاز البعد اذا كان القرب سيولد مشاكل كبيرة فالله لا يحب الفساد والنقطة التانية الشيخ والاسلام اعطى سلطة مطلقة للأمول لا طبعا انما الطاعته في المعروف وينجا هداك على ان تشرك بيما ليس لك به علم فلا تطع هما وصاحبهما في الدنيا معروفا فلاست هناك طاعة مطلقة الا اللي هو رسوله تمام يا شيخ لو تكرمت يعني وصاحبهما في الدنيا معروفا طب المعروف لو في حد بيعمل معروفه ولا يذكر ولا يرى هذا المعروف مع الابوين ايوة يا شيخ طيب اقول لك انت تقرأ التحيات تقرأ التحيات كده التحيات يعني انا اقرأها ايوة اقرأها انت التحيات لله والصلاة والطيبات يعني الطيبات لله صح نعم ام للطيب تبتغي بيه وجه الله ولا تبالي لا تنتظر شكر احد من الخلق اذا كنت تعمل لله الوالدان تحسن صحبتهما انكر المعروف استمر في الواسط ان لي رحما اصل ويقطعون اعطي ويمنعون اعف ويسيئون احلم عليهم ويجهلون علي قال لن يزال معك من الله يظهر عليهم ما دمت على ذلك اقول لك الاذا النفسي تحمل لوجه الله والكاظمين الغيظة والكاظمين الغيظة ولا عافين عن النفس اقول لك يضرب أمه ولا ايه مش فاهم يعني فاهمني اعفو يا شيخ انا عايز اقول لك يعني انا اذكرك بالايات والاحاديث لا تجدي الله يغفر لي ولك حبك الله يباح ودايفة مصطفى الجوهدي اسكن الله ويكالفردوس يا مصطفى السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم كيف حالك سيدنا حالي طيب والحمد لله الحمد لله سيدنا هل يحاسب العبد المحسود على تقصيري في حق الله من وجداته العبد المحسود هل يحاسب على تقصيري في حق الله نعم يعني ما يبدو منه من عمال الله اعلم به لكن اذا قصر في الصلاة سيحاسب قصر في الصيام سيحاسب قصر في فرائض الله سيحاسب نعم انت تعرف الحسد معنى تمني زوال نعمة عن الآخرين اه اي صلاة هذا بالتكليف تتقول للمسحور مثلا لعلك تقصد المسحور نعم الامر لله السلام عليكم مرحبا يا شيخ محمد الطويل ووفقك الله وزادك الله نورا يا شيخ محمد اللهم امين يا دكتور ليلى أبو العلا أخي تقدم لخطبة واحدة بعد الاتفاق تشمل منها انها كانت مريضة بالسرطان وتم استيصاله مريضة بالكهرباء والغضروف هل يكمل الخطبة ولا يرجع ولو رجع عليه شيء اذا كانوا غشوه انصحه بترك الخطوبة انه ما ابدأ له ذلك اثناء الخطوبة الدكتور احمد النقاش مرحبا اهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام عليكم يا شيخ تفضل يا شيخ عندك تقال بس تفضل يا شيخ ارفع صوتك لا تتمارس اخرج على الناس قويا المؤمن القوي خير ونحبب لله من المؤمن الضعيف لا تتمارس تمام يعني شغال الشيخ في شغلانا يا اخي كن قويا كده يا اخي تفضل ماشي تمام شغال وكنت بتفق يعني عن الابض وكده مه وجدت وقت الابض اختلف معاها في الابض يعني قللت الفلوس طيب ينفع لنا اخد بقيت فلوسي وهتشتغل ثاني ولا تترك لا اترك خلاص يعني رجل من اشتغل اجيرا عند الشخص واتفق على مبلغ معين فادى العمل على اكمل وجه الا ان صاحب العمل بخسه حقا هل يجوز له ان يأخذ حقه المتبقي من صاحب العمل سواء شعر ام لم يشعر نعم يجوز له ذلك نعم يجوز له ذلك لحديث اند بنت واتبة انها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم قائلة يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي هل علي جناح ان اخذ من ماليه بغير علمه ما يكفيني ولدي قال خذ ما يكفيك ولذك بالمعروف ولقول الله تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما اوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ولقوله سبحانه وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى واصلح فاجروا على الله ولقوله تعالى والذين اذا اصبهم البغي هم ينتصرون فهذه بعض الادلة في الباب في مسألة الظفر المعروفة وفقك الله وياكم يا هيمة ابراهيم احسن من هيمة هيمة رجل اللبينت يا يا عبد الرحمن يدلعون ابراهيم بهيمة خليك راجل احسن ابراهيم هش هيمة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله كثير انا مشغل نعم مشغل فلوس مع واحد في سوبر ماركت مشغل فلوس مع امرأة في سوبر ماركت لا راجل مع راجل في سوبر ماركت في دكان اه هو يبيع سجاير يبيع سجاير اه تصدق بجزء من الربح انصحوا وتصدق بجزء من الربح لكن مشغل فلوس كل الحرام يعني انصح السجار نسبتها كام خمسة في المية يعني اه تصدق بجزء من الربح اخرجوا على سبيل التخلص بارك الله فيك يا سيد البعليس الحمد لله الحمد لله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليك السلام ورحمة الله وبركاته شيخ بارك الله فيك وفيك بارك الله لا يجوز لك أن تستعين بالجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقة لقد قال الله تعالى ويوم أحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتوا من الإنس وقال أولي أمنا الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم وأيضا قد حارب النبي صلى الله عليه وسلم وغزى الغزوات في بدر وأحد والخندق وحنين وغيرها ولم يستعن بجني ولا عفريت معه مع وجود الجن المؤمنون فقدت من رسول الله أشياء ولم يستعن بجني سحر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا ودعا ولم يستعن بجني فلا تستعن بجني أبدا في أي شيء استعن بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم ماذا كنت أقول لأني طيب والحمد لله نعم بارك في عمرك يا رب وياكم بقول لك كان عندي شوالين عايز سألهم تفضل أنا الوقتي باقيم الليل بس باقيم أربع رقعات والشفع والوقت فعايز اللي هو أحفظ اللي هو الرسول يعني بيصلي اللي هو 11 راكعة أنا أو كده إزاي أجيبهم أو كده أنا أصليهم أحفظ عليهم يعني كل يوم ها 11 راكعة كيف تفصلي 11 راكعة كل يوم آه عايز أحفظ عليهم أو أنتظم عليهم يعني ايه المشكلة قل يا ربي عني على ذكركك وشكرك وحسن أباداتك يعني عادي لو أني مثلا أبادات عطول من أول يوم 11 راكعة لطول عادي عني عادي جدا ممكن تجزيهم أربع في الأول واربع في الآخر وثلاثة عند القبيل الفجر أصلي كنت مر كنت جيت فترة حفظت عليهم بعدها وقعت ما حدتش بيعرف استعم بالله إذا قم إذا وقعت فقيف ماشي السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله عزيزيك شريخنا الحمد لله أنا بخير والحمد لله من فضل الله بخير ربنا بارك محط بطاك ويعني بالمحبك في الله وإياكم 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 اتفضل أنا عندي سؤال بس هو ممكن يكون مش تقليدي شوية محتاج حد من أهل العلم الثقال اللي يعرفه الأحديث يعني وكده طيب من اللي قال لك إن احنا من الثقال إذا بالغير من الثقال طيب ربنا بارك في حضرتك اياكم مع السلام لا تفضل أنا أقول لك أنا مش متقال أنا بسأل بس عن السيدة رقية أو السيدة أم خلسوم رضي الله عنه بنات رسول الله بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنا من قراءتي في الحديث لم أجد حديثا واحدا يتحدث عن السيدة رقية أو السيدة مخلسوم أو أم بيرو حاجة عن النبي بينما مثلا لا ما رأوا الشيء عن رسول الله أنا ماتتها صغيرات ماتتها صغيرات يعني رقية رضي الله عنها ماتت صغيرة جدا وبعدها أم خلسوم ماتت أنت تدخل فاطمة بنت رسول الله الشهيرة جدا عليها سلامه الله ماتت كم سنة كم عمرها أم الحسن والحسين ماتت ما بين 23 إلى 27 22 سنة أقصى ما قيل 29 سنة رضي الله عنها يعني مع علم السيدة رقية و السيدة مخلسوم كانوا الزوجات سيدنا عصماء أي نعم نعم رضي الله عنهم رضي الله عنهم بيتهم طهر كريم لا يوجد أحاديث عنهم أو روء شيء ما روات أحاديث عن رسول الله رضي الله عنهم رضي الله عنهم رضي الله عنهم الحديث إنما انتشرت عن الرسول بعد وفاته بعد وفات الصحابة الذين عاشوا بعد وفاته روعوا كثيرا من ما قالهم يعني يعني ممتت في حيات الرسول عليه السلام آه طيب أشخنا كنا طيب في برضو سؤال ثاني لو حضرتك يعني تجاوبني عليه بالنسبة موضوع القراءات في القرآن الكريم آه القراءات القراءات المشهورة هل في ورد عن عن القراءات إن في بعض الآيات بتتغير فيها الألفاظ يعني زي عباد الرحمن عند الرحمن مثلا في الآية المشهورة هل هل ده صحيح؟ لا اسأل سؤال بصورة أدق وراجع نفسك قبل أن تسأل السؤال بصورة أدق بس شوية السلام عليكم السلام عليكم ما عليكم السلام عليكم السلام عليكم الحمد الله الحمد الله الحمد لله كنت بس كنت عاد أصدر حضرتك سؤال كده بعد حضرتك اسأل حبيبي هل يجوز أو يعيبني إن انا أقبل يد المعلم بيزيعي والله أنا أسألك سؤالا يعني هل سمعت أن الصحابة كانوا يقبلون يد الرسول هل كانت هذه عادة الله مالله إذا سبت مرة واحدة يوم الحديبية لعلة لكن هل بإطراد كان الصحابة يديمون تقبيل يد الرسول لا لا أسمع خير أسوة لنا رسولنا محمد الله يوفقنا وإياكم وإذا لكمنا عن تشكر المعلم جزاك الله خيرا ولكن يلزم السنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا كنت شخص مصطفى الحمد لله برك الله لنا فيك يا رب وفيك يا رب سؤالي يا شيخ أنا أعد في شعاء غرف سبيت كبير يعني تقاش عشرة دور تقريبا وكان فيه عداد مية راكب وبعدين جي عداد المية تسرق وشغلوا البيت كله على مية الترمبة معادة صاحب البيت هو سكن في أول دورين كان واخد وصلة مية حكومة ليه من قبل العداد يعني تعتبر مسروقي طيب والسؤال السؤال جي بعد فترة المية الترمبة ديها تتلغت وبقى البيت كله طالع من على المية اللي هي كلكم تسرقون الام مية من الحكومة صح؟ هم ما قالوش هو أنا قاعد بقى في إيجار يعني أنا وضع مش في إيد أيوة انت وضعك مش في إيدك لكن الوضع الحالي أنك تأخل الماء من الماء المسروق بدون عدادات بالضبط العمارة كلها شغلة كده بس هم مش معرفين حد في العمارة يعني أنا عرفت من ضغط المية ومن طعمها ما بيقولوا أن اللي شغلها دي الترمبة خلاص الترمبة خربت انت جاءته بعد خربت الترمبة إلى السرقة صح؟ هو الحالي أولا هو العمارة كلها شغلة كده بس مش إحنا اللي عاملين كده يعني صاحب البيت هو اللي عامل طيب صلح إنت ركب شوف عداد ركبوا الأشقتك يعني إحنا كده علينا وزر من الماء دي ما نقول لك نشوف عداد ركبوا من شقتك لأننا لن نجوز سرقة المال العام شكرا قل أبوها راضي أن تسجم رأة ثانية فقام إخواته بالضغط عليه لتقسيم المرأس قبل الزواج فكتب لنا بيعا وشراءا لذا كريم مثل حظ المنسانين وسرعان ما طلقت ثانية ثم مات السؤال هي بنته هم من الحقين أخذ مثل إخوات الذكور بالتساولة خلاص أبوك مات وكتب لك للذكرة مثل حظ الأنسان وكتب لك مثل عفوا كتب عفوا كتبها لأنه بيعا وشراء يعني للذكرة مثل الأنسان انتهت الأمور خلاص تمت في حياة الوالد ماشا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا أهلا وسهلا مرحبا حياك الله يا شيخ وحياك الله وبارك فيك أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا له ها اتعيبتك يا شيخ الله يحفظك. بارك الله في عمرك. هاتشين اشتصلت فيك غير بش انطماءنا ليك. الله يبارك فيك. من انت ومن اي البلاد? انا من المغرب. واحبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. واطلب من الله ان اراك قبل انا موج. ربنا اجمعنا وياك في الفردوس يا رب. ان شاء الله ان شاء الله يا شيخ. بارك الله الله بارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخنا عندي سؤالين في باب الصدقة. هل يجوز اننا استعطف المتصدقين او المتبرعين? لنفسك او لغيرك? لغيري. لغيرك لا بأس. تقول يا اخي فيه واحد فقير جنبنا. فيه واحد يتيم. وامرار منا جزاك الله خير. نسطل طيب. لكن لنفسك لا. طيب اه السؤال التاني مع الشاشيك. اه هل السبب لو انا دلوقتي بجمع الاموال او بجمع التبرعات او الصدقات لسبب ما? والسبب ده زال وانا ما زال معايا فلوس المتبرعين. هل استطيع ان انا اتصدق بها اي باب تاني? اذا كنت تعرف المتبرعين وتستطيع الوصول اليهم وتستطيع الوصول اليهم فيلزمك ان تصل اليهم وتقبرهم. اذا لم تكن تستطيع ذلك انفقه في مصرفين مثل المصرف الذي جمعت من اجله. طيب السؤال الاخير يا شيخ معلش. سؤال ده مهم جدا بالنسبة لي حبا فيك والله. فضل. معلش بقى بيقابلني احاديث كتير جدا يعني دايما اخش ادور على صحيتها. الا ان في مجموعة شيخ كتير جدا مسححينها. ومع اعتذاري شديد لك والله ده حبا لك يا شيخنا. اعرف اعرف انك تجدنا خالفنا كثيرا من العلماء. وظهرت لنا كل تبعيلة. حضرتك الوحيد اللي بلاي حضرتك مثلا. نعم. معيني بلاي اثقات كتير جدا. ملا عفوا انا اقول لك حاجة بقسس معني. انا تحتهمك شيء. اثقات كثير من المعاصرين كلهم يقلدون الشيخ نصر الالباني. لكن اذا انت رجعت للأولين ستجد البخاري يضاعف الخبر. ستجد مسلم يضاعف الخبر. اذكر لك عشرات الامثلة في هذا الباب. فعنا بنرجع للأولين ايضا. والحمد لله تيسر لك الان انت تضغط على على ازرار كتب العلال تطلع لك العلال التي في الاحاديث. فالمعاصرون كلهم يأخذون من مشرب واحد. مشرب الشيخ ناصر الالباني. الشيخ ناصر الالباني عالم لكنه مجتهد يصيب ويخطئ. عندنا اجل منه. عندنا البخاري اجل منه. عندنا الامام احمد اجل منه. عندنا عمك كثيرون اجل في القلب من الشيخ ناصر. فاذا كنت انت تظن انني خلافة الكثير. الكثيرون من الموجودين الان مقلدة. واكثرهم ليس له علم بالحديث. بس يأخذون كلام الشيخ ناصر ويكررونه. على عندنا ورصنا كلامهم. لكن هناك من هم اجل في القلب واعلم من الشيخ ناصر. هذا هو الموضوع. والله يا شيخ ناصر سؤال مبني على حب لك. اشكرك انا اشكرك على هذا الكلام. انا اشكرك على هذا الكلام. انا اشكرك على هذا الكلام. اشكرك يا شيخ. اخذ حب. اسف قطعة رغما عني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ الحمد لله. انا بخير وعافية والحمد لله. انتعواتك معنا يا شيخ مصطفر. الله يوفقنا وياكم الله وبركاته. انتعواتك منك على حاجة بس عشياتك. اتفضل 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 انا فتحين اه محل ادوات منزلية انا وشراكات معي اثنين. وبعد. اه. فانا فزيت الكلام قبل مشاركهم اقول لهم انا اخش معاكم الفلوس. وعلي وعلي البضاعة واجيب لكم الادارة بتاعة البضاعة. اي حد سنبسكم اجيبها لكم. فدلوقت اتغير الكلام بتاعهم هم. وانا مستحمل بس عشان العشرة وما رضيش نكسة عالغاية دلوقت يا شيخ. اي رأيك. قاعد سؤالك. انا فاتح معهم من مشروع. في بداية الكلام خالص. قلت لهم انا مليش دعوة بالمحل. انا اخش معاكم بالفلوس. يعني عفوا انت صاحب المحل او. اصبر بس اسبر علينا بس. انا اجيب. اصبر انت صاحب المحل او مستسبر معهم. انا شريكهم التالف يا صباح. يعني شريك في المحل بما فيه او. اه. بافع لهم فلوس يشغلوا هالك. لا انا شريك معهم بس انا قلت لهم انا مليش جاوب المحل. انا هنجب لكم البضاعة. يعني انا علي التسويق. يعني انت عليك انك تشتري البضاعة. ايوة. وهم يبيعون. نعم. وهم يبيعون. ايوة 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 شير. ايوة انت وارد وهناك باع. ايوة 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 ايوة. اه. اه. وانا برضو بقف معهم يعني بعد ما روح من شغلي بقف معهم من بعد المغرب. طيب السؤال. نعم. ما السؤال. انا يعني لو يعني انا امشي على مدعي ولا لو قصرت ايبقى فيها حرمة على المد لا لا طبعا انتو الان اه شركاء تفقوا على شيء ويمضى. اذا كنتم تريدون تغير الاتفاقات واختلفتم. وكله خلاص ان انفضوا. شكرا. كم الساعة يا عبد الرحمن? هالضمة الاولى ايه. اه. اه. السلام عليكم. نعم. سعادة الله بركاته. نعم. سعادة الله بركاته. سعادة الله بركاته. تفضل. ملها. موجودة. لحضراك انت? ايوة شرح البخاري موجود. كامل. 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 الاف اه مكتبك. كان يا عبد الرحمن. تقصد مطبوع ولا صوتي? لا مطبوع. المطبوع موجود جزآن في دار ابن رجب. طب ايكمل انت. ماشي فيها الله المستعان. الله سلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله بركاته يا شيخ عندي سؤالين الله يكرمك. تفضلينا. اه سؤال الاول هو عن الاضحية. اه زوجة لما نول اضحية و اه معادي اضطيره وياخد من شعره. بعد راح على الحج. فهل هذا الوجود ينتقل لي انا ولا خلق. يعني هو الذي ضحى. نعم هو اللي نول اضحية. يعني هل هل الزوجة والاولاد تبعوا للزوج في انهم لا يأخذون من شعورهم لا يأخذون من شعورهم شيئا. لا هلأ هو من انا يعني انا اريد ان افهم. يعني الزوج سيضحي. هل سؤالك عن هل اهل بيته يأخذون من شعورهم او سؤالك عنه هو اذا ذهب سيقصر. اذا ذهب هو الى الحج. معه عذرة مستثنى. مستثنى لانه سيقصر اذا اعتمد نعم صحيح. طب ينتقل الوجوب لأيلي انا. لا انت لست ملزمة. لان رسول ضحى عن كل من لم يضحي من امتي. وما ذلك لم نلزم بان نمتنع نحن. الله يبارك فيك. الله يكريم. ماشي. نعم نعرف انه في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام بانه اه الرجل اذا خطف مكان لنفسه بالجلوس في البيت لا يجلس عليه احد الا باذني. ما نعرف شأن سببتا في هذا الباب يعني. يعني يمن اللي نفسه ما كان في البيت ولا واحد يجلس فيه الا هو. ما نعرف شأن عن هذا عن رسول الله. فهل جائز شرعا انه نحنا مثلا الام بالبيت تخصص لحالة محل بتكون هي مرتاحة فيه يعني ما بتحب تقعد الا فيه. طيب لما تجي تطلب من الولد اذا قاعد او حدا يعني انه يقوم من المحل كونه هي ما بترتاح الا فيه ولا هدا مخالف اذا فعلت هدا الامر بتكون عم تخالف السنة. والله يا وقتي الوقت هذه تحتاج يعني هو فيه تهوية يعني المكان ولا كده بركة المكان ولا ايه. ولا فيه تهوية ولا شيء بس فيه بتحس هيك حالة مرتاحة بهالمكان وبس ما بتحس حالة مرتاحة بالقادي بمكان. تحل فيه بركة يعني ولا ازر ولا اي شيء. يعني هل تعتبر مخالفي للسنة. متشددة. يا وقتي متشددة. اين متشددة. قم يا ابني من هنا هذا مكاني. ويوميا على هذه الطريقة تولد مشاكل. تفاهم يا عبد الرحمن سؤال. ماشي حبيبي. صح صح يا جميل. الوقت انتهى يا حبيبي ولا ايه. بان هذا القدر اجتزئ حميدا اللهم صليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستغفرا الله من كل ذنب وخطيئة شاكرا لانعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات من الارض. وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد اهل السناء والمجدح حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا منع لما عطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد ان تنور السماوات والارض من فيهن. ولك الحمد ان تقيم السماوات والارض من فيهن. ولك الحمد ان تقيم السماوات والارض من فيهن. لك الحمد ان تلحق وقولك حق ولقائك حق. والجنة حق والنار حق والنبي حق. ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك امنا وعليك توكلنا وليك انبنا وبك خصمنا وليك حكمنا ولك اسلمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلننا وما اسرفنا وما انت علموا به منا انت المقدم وانت المآخر لا اله الا انت لا لا غيرك. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت علي إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقين عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرق علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه النبي صلى الله عليه وسلم ونتعوذ بك يا رب من كل ما تعوذ بك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك يا رب من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن نعوذ بك يا ربنا من زوال نعمتك وتحول عفيتك وفجاءة نقمتك وجماع صختك ونعوذ بك من الحور بعد الكور اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واقفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ذنوبانا كلها دقها وجلها وأولها وأخرها وصغيرها وكبيرها وعلنيتها وسرها اللهم اغفر لنا سرنا وجهرنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك جعل يا ربنا في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسمعنا نورا وفي أبصالنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين يا سميع الدعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إن تتبن إليك وإن من المسلمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافرين افتح لنا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين وأكرم منازلنا وأسع مداخلنا يا خير المنزلين وأرفع درجاتنا فعليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا ربنا طيب أقوى لنا وحسن أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا وصلت قائم قلوبنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا وأزواجنا ودريتنا سامعين مطيعين لك اللهم اجعلنا سامعين مطيعين لك اللهم اجعلنا سامعين مطيعين لك اللهم يا ربنا انصر المسلمين أينما يكونون ثم يكونون اللهم انصرهم بنصرك ويعيدهم بتأييدك يا رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد إلا إله إلا أنت نستغفر والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة